معالجات نظرية واقتراحات عملية بسم الله الرحمن الرحيم فيما يتعلق بمعضلة المواريس وبالمناسبة المعضلة دي بتطول مسلمين ومسيحين في مصر ما تفكرش ان هي مخصورة على المسلمين فقط لان اخوتنا اهل الكتاب في المواريس يتحكمون الى الشارع الاسلامية لانها الشارع العامة للدولة حضرتك بالنسبة لمعضلة التسويف والممطلة في اعطاء اصحاب الحقوق حقوقهم من المواريس وبالذات الصغار والنساء الصغار وايه والنساء اول حاجة حضرتك احنا عندنا تتبير احترازية وتتبير زجرية وهقولك على اقتراح غير مسبوك ماشي التتبير الاحترازية لابد من تكسيف الوعي المسجدي من الدعاف الازهر الشريف اللي اضافة الوعز وطبعا ائمة وزارة الابقاف وتناولوا بالتحليل والزجر والايات اللي احنا ونافسرة النساء يوصيكم الله في اولادكم وصية من الله فريضة من الله تلك حدود الله وهكذا يجب ايضا مؤسسات المدنية المعنية بحقوق الانسان وايضا المجلس القوم للمرأة والحقيقة لهم نشاط يعني كويس لا نقلل من تأثيره واسره بس يحتاج الى قوافل مع المجلس القوم للمرأة في البلاد يعملوا قوافل زي اياما كانت الدكتور السفيرة مشيرة خطاب كانت بيجيبوا قوافل والحقيقة انا كنت معاه بس الساعة انا كنا ضد الارهاب كانت تجوب بالجمهورية اياما الدكتور السفيرة مشيرة يعني هزين نكسف هذا الامر لانه لا يليغ بمصر اللي هي بلد الموطنة والمدنية انه يكون فيها هضمة انا بقول لحقوق مين النساء والصغار يعني اليتامة دولوا معين ربنا قال ان الذين يأكلون اموالا اليتامة ظلمة انما يأكلون في بطنهم نارا وسيصلون سعيا اما تلك اسمها تدابير احترازية وقائية في تدابير زجرية اللي انزال عقوبات تعزيرية باجبار المماطل والمسوف بتمليك واعطاء هؤلاء الحقوق المنصص عليها في القرآن الكريم لان المواريس مقدرات شرعية لا تقبل لا تبديل ولا تغيير هكذا في الماضي والحاضر والمستقبل مسلمات شرعية لا تقل قوة عن المسلمات العقلية ماشي انا بعد اقتلك العقوبات التعزيرية اتباره والحبس والغرامة واسقط عدلته واسقط مرؤته كل من يماطل او يسوف في المواريس هكذا اما اقتراحي ايوه المتواضح ضمانا لتنفيذ العدالة في المواريس للصغار والنساء اقترح واناشد السيد المستشار النائب العام وطبعا وزير العدل الموقر بانشاء وحدة خاصة لتنفيذ الاحكام فيما يتعلق بالمواريس بدل ما يروح المواطن او المواطنة او الصغير او كفيل الصغير في دهاليز محاكم وامد يطول ومراوغات وتسوفات يكون في وحدة لها الضبطية القضائية ارجوك تتبنى ده في مجلس النواب ضبطية قضائية في وزارة العدل تنفيذ احكام المواريس ضد المماطلين والمسوفين وهذه الوحدة يلجأ اليها بدون تعقيدات وبدون 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 ما انت عارف اللي بيحصل يعني في دهاليز معينة من بعض مش يقول لكل المحامين واشباه المحامين وتعطيلوا ما تعطيلوا الكلام ده وناشد سيد وزير العدل مستشار عمر برونو انا رجل احبه واختقد به مرة واناشد طبعا السيد النائب العام ونبارك حتى في الهيئة القضائية الجديدة نبونا يقيم بهم العدل ان شاء الله فاناشدهم انشاء وحدة تنفيذ الاحكام فيما تعلق بالمواريس يا ميسر الاحوال